حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحبة الجلالة الملكة إلزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا هذا اليوم مراسم تتويج الفائزين في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز والتي أقيمت في إطار فعاليات مهرجان وينسور الملكي للقدرة والفروسية في الحديقة الملكية لقلعة وينسور كما حضر الحفل كبار الشخصيات البريطانية وجمهور غفير من محبي رياضة الفروسية وقد أقيمت بطولة القفز على الحواجز على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وكأس البطولة العسكرية للقفز على الحواجز وقد بدأت مراسم التتويج بعزف السلام الملكي البريطاني بعد ذلك انطلق من أمام المنصة الملكية طابور الفرق العسكرية المشاركة في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز والفريق البحريني المشارك في البطولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفائزة بالمركز الاول في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز والمكون من الفارس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن محمد الخليفة والرقيب اول احمد منصور والفارس جندي اول صابر حسن كما قام جلالة الملك المفدة بتكريم الفرسان الثلاثة الفائزين في مسابقة القدرة وقام جلالته بتكريم الفارس جعفر ميرزا من الفريق الملكي للقدرة بفوزه بالمركز الخامس في سباق القدرة لمسافة 120 كيلو مترا وتكريم الفارس علي الاسباعي من الفريق الملكي البحريني الفائز بالمركز الاول لمسافة 80 كيلو مترا كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الاولمبية البحرينية بتكريم الفائز بكأس جلالة الملك المفدة للقفز على الحواجز والذي فاز به الفارس عبد سعيد من جمهورية مصر العربية الشقيقة كما كرم سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الاخرى وفي ختام السباق صفح جلالة الملك المفدة جلالة ملكة المملكة المتحدة معربا حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لجلالتها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيدا جلالته بحرص واهتمام صاحبة الجلالة بدعم وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين البلدين مؤكدا جلالة الملك المفدة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا السباق تأتي انطلاقا من التعاون الوثيق وعمق وخصوصية العلاقات العريقة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الصديقة المتحدة والتي تستند إلى إرث ممتد من التفاهم والصداقة والاحترام المتبادل كما أكد جلالته حرص مملكة البحرين على المشاركة في مثل هذه السباقات العريقة بأرقى الخيول لما تحظى به من شهرة عالمية وتنافسية عالية تستقطب الفرسان والفرق من جميع أنحاء العالم بما يسهم في تبادل الخبرات حول مستقبل أفضل وواعد لسباقات الخيل والفروسية مشيرا جلالته حفظه الله إلى أن هذه المشاركات شكلت فرصة لفرسان البحرين لتبادل واكتساب المزيد من الخبرات وتعزيز التواصل والتعارف مع الفرسان المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة ثم قدم العميد ركن بحري نعمان راشد الحسن أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين أعضاء الفريق العسكري البحريني الفائز بكأس البطولة العسكرية للسلام على جلالته حيث هنأهم جلالته بهذه المناسبة لتحقيقهم هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي يضاف إلى الإنجازات الرياضية التي حققها أبناء البحرين في مختلف اللقاءات الرياضية مشيدا جلالته بكفاءة أعضاء الفريق وما أظهره من أداء متميز أهلهم للفوز بهذه البطولة وبإصرارهم على تحقيق الفوز وتشريف بلدهم وتمنيا لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح وعلى همش هذه البطولة شاركت مملكة البحرين ممثلة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بجناح المملكة حيث تم عرض مختلف الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والفنون الشعبية كما قام أعضاء وفد الهيئة بالترويج لمملكة البحرين كواجهة سياحية تستقطب العديد من الزوار والسواح من مختلف دول العالم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة